موسيقى بسر خير لا أذان صاغية لمبادرة قد تخرج البلد من التشنج والاحتقان ولا اليد الممدودة تلقى جوابا ولو حتى شكليا فما أخذ بالقمصان السود لا يرد عبر صندوق الافتراع وفي الوقت الضائع حتى موعد الانتخابات غير المؤكد حتى الآن تشتعل الجبهات اللبنانية المختلفة والمختلقة كلها على قياس طروحات وقوانين تفرز اللبنانيين شعوبا متناحرة فالحادث البسيط أو الحادثة الكبيرة يمترسان الأفريقاء وراء زعمتهم المذهبية ويبدأ التراشق بهيبة الدولة والتنكيل بجثتها التي يرتعب بعض المعتدلين من إعلان وفاتها على أمل في أن تكون طائر فينيق أو أي أسطورة تسمح بالاستمرار ما حقيقة الذي جرى في عرسال؟ ولماذا استمرار الغموض بعد مضي أيام على الحادثة؟ ماذا عن مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية عرسال الأستاذ علي الحجيري؟ إلى ذلك ماذا ستكون تدعيات اتهام بالغارية رسميا لعناصر في حزب الله بالوقوف وراء حادث بيرغاس في تموز الماضي؟ في هذه الحلقة مشاهدينا نرحب ونستمع للإجابة على كل هذه التساؤلات إلى النائب نهاد المشنوق مساء الخير أستاذ نهاد؟ مساء النوق أحداث كثيرة يعني حدث عم يبتلي حدث في لبنان عملتين كثير أنه بدي جاوب بدي حاول جاوب نحن معنا شك أنك دايما لديك الإجابات خاصة مسألة عرسال هناك كثير من الغموض حول هذه الحادثة وهناك كثير من الانتقادات لموقف فيار المستقبل بداية هل فعلا ما جرى في عرسال لأن في روايتين هل أنت تتبنى ما يقوله الأهالي أم ما تقوله قيادة الجيش؟ أولا قيادة الجيش ما قالت كلام محدد في هذا الموضوع هناك تسريبات حول كيف تمت العملية الخلاف حول كيف تمت العملية مدير المخابرات أريت كلام أنا مدير المخابرات كلام مدير المخابرات ما بيوصف العملية كيف صاد واضح وتفصيلي كلامة استاذ مصر ما بعرف عندي إياهون لقريته أنا على الأقل ما بيوضح تماما كيف تمت العملية بيوضح أولا أنه المغدور أو الضحية خالد الحميد بموجب الاتهامات الموجهة له من قبل مدير المخابرات لازم الناتو يجي يوقفه ما في ضرورة للمخابرات جيش اللبنانية لازم قوات من الناتو تنزل لأنه إذا كان هو قادر يعمل كلها الورد على لسام مدير المخابرات بيكون بطل من أبطال الأفلام بطل من أبطال الأفلام الفيكشن هوليوودية أو الهوليوودية اللي منشوفها على التلفزيون أنا أولا بدي لازم نحدد هويته السياسية بشكل واضح لخالد الحميد خالد الحميد فعلا ناشط مع الثورة السورية تحديدا في منطقة القصير وشقيقته متزوجة هناك وهو يدخل ويخرج وهذا ليس سرا على أحد يدخل ويخرج من عرسال لأنه هو حسب ما فهمت ساكن بطرف الضيعة ورجل مارك تعاطى كثير مع الناس مثل الكثير جديين اللي بي تعاطوا بالأمور اللي يعني المصدقين بالثورة ويتصرف على هذا الأساس شبهة المصرى دون هذه الهوية السياسية لا 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 هذا كلام مبالغ فيه كثير وعلى كل يحتاج إلى تأكيد لأنه عمليا كل كلام مدير المخابرات لا يستمد إلى يعني خليني يقول وثائق قضائية هذه معلوماته ومش بالضرورة تكون معلوماته صحيحة هذه قراءته ومش بالضرورة تكون قراءته صحيحة بس معلوماتك بالمقابل استاذ نهات يعني مدير المخابرات معلوماتها ممكن تكون وبنية على أشخاص على شهادات يعني مش بالضرورة تقارير تتقاطع ربما يا سيدتي كويس كويس بس حضرتك عم توصف بالجدية معلوماتك من وين يا ست فولا أنا عم بأسأل عن طبيعك أنا عم بوصف ما عم بحكي عن اتهامات محددة كلام مدير المخابرات يتعلق باتهامات محددة هذه الاتهامات تحتاج إلى أدلة قضائية لأنه عمليا أنا سمعت مدة عام تمييز ما بعرف إذا كان يعني صح أو غلط عم بيقول ما في مذكرات توقيف بحق حدا وبالتالي إذا كان عنده كل هذه الارتكابات ويهل أنا ما بقول إنه مستحيحة ولكن إلى ماذا تستند ما بيكفي مدير المخابرات يقول إنه هذا الكلام صحيح أو لا بدي أنا هيئة قضائية بقدر استند لإله بمذكرات توقيف تتعلق بما وجه إليه من اتهامات طيب اسمح لي أنا سألت هالسؤال اليوم وقيل لي إنه في مذكري التوقيف بمسألة الإسطينيين اللي انخطف ويس ليش من قال هذا الكلام حضرتك عم تقولي سألتي صحيح وأجابوك سألت وتعذبت وكترت أسئلة لحظة لحظة لتوصلت أنه في مذكر أنا سألت أيضا وما حدا قال لي هذا الكلام ومدة عام التمييز عمل تصريح علني على التلفزيون مش من عندي الكلام فإذا أنا مين بدي صدق واحد بينه وبينه أكد هو لحظة لحظة لا مش حضرتك اللي سألتي مين ما يكون هذا الطرف أنا ما عم بقول هاي المعلومات غير صحيحة أنا عم بقول هذه المعلومات تحتاج أولا إلى مذكرات توقيف قضائية لتقدر تقوم بعملية من النوع اللي يعني قامت بها قوة من المجموعة الضاربي من المجموعة الضاربي من مدريت المخابرات على كل حال في خطأ حصل حتى من الزملاء قال إنه العائد مالك شمص له على المنظور حقيقة لا هو قائد قوات المكافحة قوات القوة الضاربي بترأسها ضابط أخر يعني من بيت زعني أو زعبي حقيقة مني حافظ اسمه بس عائد مالك شمص ما له على بداية ثانيا طلعت هذه يعني هذه القوة طلعت لتجيب هذا المجرم الخطير الكبير العظيم الفضيع الجبار وإيه أي ساعة 11 ونصف وقت الصلاة وكل رجال البلدي بالمساجد زباين آه كويس بالمساجد موجودين وصلوا سيارتين مدنيتين وحدة بيضاء وحدة سوداء الفان أبيض والسيارة سوداء اللي موجودين فيها لابسين مدني ومجعبين ومفيش هادة السيدي اللي طلعت على كل التلفزيونات وإيه قالت هذا الكلام فإذن بداية أنت ما أعلنت عن شخصيتك يعني لا طبيعة السيارة ولا طبيعة الأشخاص اللي موجودين بالسيارات نعم عم نشوف الصور أستاذ نعاد هلأ المشاهدين مباشرة حضرتك عم تتحدث وعم بشوفوا هذه الصور الحصرية اللي لدى تلفزيون المستقبل حصلنا عليه أول مرة أنا أعطيتم هذا لأن هذه السيارات هذه دليل أن السيارات مدنية صور حصرية لدى النائب نهاد المشنوق زود فيها تلفزيون المستقبل منذ دقائق إذا فيه نعم مش أكتر لأن السيارات مدنية سيارات مدنية عم نشوفها دفع بس إذا بتلاحظ كمان بالصور سيار مية بس هل سيارات كويس شو باهون السيارات يعني أن هل سيارات في تهمية طويت لا السيار فيها لا لا بس هل السيارات أنا عم جاري بقول بكل بساطة انه هايدي السيارات مدنية ومهشمة استيزمه هذي ايه بطريقة الحال اكيد اكيد مكسرين تكسير بس مش هيدا الموضوع واضح تلعين من معركة يعني ضارية ايه كويس عار عم نشوف رقم عادي نمرة رقم عادي وعم نشوف انه كمان فيه اهيلي حولين السيارات هيدا السور فيه اسألك من اللي حصلت عليها حضرتك يعني صديق بعت ليها باليوتيوب ما فيه اختراع يعني ما عد فيه شيء اسرار بهذا الموضوع بس مش هاي المشكلين يعني اولا السيارات مدنية نعم ما بعرف اذا خلص لا بس فينا نتبع الحديث طيب سيارات مدنية والاشخاص اللي فيها مدنية يقال كن فيه عسكريين والبيئة مدنيين تأكد من هذه المعلومة حتى مدير المخابرات بكلامه قاله كانوا نابسين مدني هو اللي قال ويس وهذا يعني بشهادة السيد اللي حكيت وهي بعيدة عشرين متر عن موقع الجريمي وبنفس الوقت كلام مدير المخابرات طيب كويس تقالنا بانه صار اطلق النار على السيارة اللي فيها خالد الحميد باربعين لتليتة واربعين للصاصة بشهادة كل الموجود التحيئات اللي موجودة وقتل الشخص سيدي بتقول انه فتحوا الباب وقع على الارض اطلقوا عليه النار يعني كما يقال بالطلقة الاخيرة هذي شهادتها طيب انا عندي سؤال قبل ما اوصل لبقيت الرواية ليش اخدوا جستي جسمان ليش شو بينفع دحققوا مع الجسمان وقال لجيين يقتلوا اخدينوا جستو بداية انا اللي حق اسأل هذا السؤال اثنين صار الموضوع كويس صارت الجريمة حملوا الجسمان وراحوا في سيارتين عسكريتين كانت بانتظارهم هون الهمزي اللي هني على بعد عشر كيلو مترات بانتظارهم وبطريق تبين لاحقا انها مغلقة لانه باعتراف الجميع الاشتباك الاشتباك حدث الساعة وحدة ايه بعد ساعة ونص هذا رقم اثنين رقم ثلاثة رئيس البلدية المشكو منه او الفي بحقه مذكر التوقيف اتصل بالعميد علي مراد قائد فوج الحدود واتصل بالمقدم خالد حسين المسؤول الامني بالمنطق واتصل بمدير المخابرات بالابقاع العميد سمحان ثلاثتهم انكروا انه يكون معهم خبر وانه هايدي القوة مش من عنا طيب شو كان منتظر بهذاك الوقت خلينا افترض شو كان منتظر بهذاك الوقت هايدي هيدا اول اول يعني مرحلة من العملية خلينا نقول ببساطة اللي بتابع على الافلام وهي انه العملية كانت فاشلة الا اذا كان الهدف هو القتل فقط ليش ما مناخدها ببساطة ببساطة وصلوا لعند مطلوب هذا المطلوب قيل انه اطلق اربع رصاصات من مسلسه ردوا عليه نعم فاردو نعم اللي هي بدون ياخدوا معهم الجسد شو بتركوه بالارض نعم وهو توفى بس بيتركوه عام كيف يون يتأكدوا انه توفى اذا ما اخدوه هنلي مفروض السيدي تقول بانه اطلقوا عليه النار بعد مظهر من السيارة يعني وقع لما فتح الباب لانه مصاب اطلقوا عليه النار للطلقة الاخيرة قوة جاية تعتقل انا ما اقول انا ما اقول هذه هي الرواية ليش ما بنفترض انه هذه العملية بكل بساطة عملية امنية فاشلة عمالك عمالك خليني كفي لو سمحت وصلنا دابوا الصوت بالمساجد صحيح لحيطهم السيارات بعد ساعة ونص صحيح ما حدا بيقدرين ينكر هذا الشيء في قتلين وشاهدين حتى ما غلط بحق الناس وتسع جرحة ويس طيب لو كان النية القتل ليش ما قتلوا بتسع البقين سؤال مش هي هم بيقدروا يقتلوا 11 لح نجاوب بس بدنا ما بدك نستمع الى السيدة نرجع نستمر معاك خلنستمع الى السيدة اللي حكيت عنا اكتر من مرة ان هي كانت شاهدة على مجرة سنستمع اليها وبعدين بدي اسألك حضرتك عم بتقول ما كان في لباس عسكري الشهدين كانوا باللباس العسكري لا انا ما قلت انه ما كان فيه الذين قاموا بعملية المداهمة داخل البلد غير الناس اللي كانوا بانتظارهم بالسيارتين العسكريتين نعم هوني كثار فيها طبعا خلينا نشوف لكن هذه السيدة هذا الريبرتاج مشاهدين ونعود الى هذه الحلقة معنا ابنها خمسة ايام مرت على حديثة عرسال شهد اللبنانيون خلالها توالد افكار وسيناريوهات وروايات كثيرة عن تفاصيل الحادثة لكن رواية وحيدة لا تتغير ولا تتبدل تلك التي تأتي على السني اهالي البلدة فتحت الشباك شفت بسرعة فان بيضة مش فانت جايش وقفت هون وعطبت للبيكاب هده هون وفي رانس صودة جاي من وراء بلشوا من قدام ومن وراء يقوسوا علي فتحوا هدك الباب نزلوا على الارض واول شغلة هنه منه لبسين اتيب عسكرية لبسين مدنة وانا شفتهم جوعب عظاهرهم جوعب حذنينهم عظاهرهم نزلوا من هدك الباب وقعوا على الارض وبلش يقوسوا واسمع انا من هال لحونيك ركبوا ركبوا بالفان حطوا وحدة يقولوا شيل البيكاب عجانيب وحطوا بالفان ولما نسمعوا خطة بابي انا لاني انا اقرب شيلة لقلهم لها بلش يقوسوا بتجاوب كأنهم نعم بيفزعوا انه محضة يطلعنا بر في البلدة المحاصرة بتدابير مشددة للجيش اللبناني لقاءات تحصل بعيدا عن عدسات الكاميرا وفي مبنى البلدية بحث فيما بعد الحادثة لكن اي حل لا يمكن اي مر الا عبر لجنة تحقيق محايدة الاهالي الذين يحاولون كسر صورة عدائهم للجيش من خلال تنظيم تحركات داعمة للمؤسسة العسكرية يدركون جيدا انهم والجيش وقعا في فخ واحد فخ نصبهما يحاول ان يضع الطرفين في مواجهة بعضهما البعض لغاية في نفسه استاذ مهال شفنا سيدة وحكيت مثل ما حضرتك اوضحت اعتقد ان كلامة واضح ان المرأة لا ملقني ولا متعلمي ولا عند خبر حكيت بكل بساطة اللي شافته انا اللي بدي اقوله ايه كويس لحور واطلقوا النار عليهم واصيب سبع جرحة واصيب المؤهل اول زهرامان الله يرحمه بس انا بدي اقلك معلومة جدية ضابط الشهيد الله يرحمه قتل فيان مشعلاني فيان مشعلاني لانه سيارة الهمر كرت عليه ما اطلق عليه النار لانه زهرامان هو اللي كان عم بيسوق هاكولن خلينا نفوت بالكلام الجدي انا لا انكر مسئولية احد طار اطلاق نار باعتبارهم مش الجيش رجعوا انتبهوا انه الجيش غلطوا بحقهم تصرفوا بشكل همجي جابون على البلدية قبل هيدا كله استاذ نهد لما رأته كتير مهم وكتير خطير خليني كفي بعد ما ما سمعت بعد في اخطر في ضابطين ضابط ملازم اول موجود حي يرزق صحيح وفي تسع عسكريين مصابين موجودين بالمستشفى العسكري كويس انا لا انكر ان ما قام به الشباب اللي راحوا واطلقوا النار بعد اطلاق النار تصرفوا بطريقة همجي بس لما وصلوا على البلدية رئيس البلدية جاب دكتور من بيت الاطرش عم سميه بالاسم من اهل الضيعة لا يشوف شو بيقدر يعمل للجرحة وجه ضابط بالامن العام من بيت الرفاعي هو الذي تولى نقل الجرحة والتسميات هدمين وهدمين من الجرحة من الموجودين كويس صار الحادث صار الحادث كما رويناه وين التصرف السياسي انا بدي اقول لك قبل ما يعني الروح بعيد بهذا الموضوع انا سافرت مع الجنرال اهوجة ع باريسة بتاقينا ساوع الطيار وسمعت عنه بباريسة انا متأكد من مسئوليته ووطنيته وحكمته للعماد اهوجة وانا بقدر راهن انه قبل العملية هو ما كان معه خبر خليني لك ليش لانه لساعة ثلاثة ونصف غرفة العمليات بالمخابرات وبالجيش ما عنده الخبر شو عم بيصير من 11 ونصف لتلاثة ونصف لا بلشوا يعرفوا شو عم بيصير فو فاذا معقول هيدا الحكاية على كل حال مدريت المخابرات ما معه خبر خلينيش غرفة العمليات وهو ثلاث ضباط اللي سألوا الرئيس البلدية ما بيعرفوا كيف عرف رئيس البلدية انه عسكر لاحقا كيف تصل بالعقيد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات والعقيد عثمان تصل بمدير المخابرات قال له هولي عسكريين ما عدوا يعرفوا شو بدون يعمل اسقطة في يدهم يعني حتى لما شايفوا الهمذيو حتى لما شايفوا ضل عندهم شكوك ما يكونوا من الهات بعد اطلاق النار عم بحكي أنا عم بقول برجع ابو سي تصرف همجي أنا ما ما بدي يدافع عن حدا بهذا الموضوع صار نتيجة القتل هذا التصرف ما اجا من يعني من الهواء من الهواء الطلق هذا القتل صار نتيجة مقتل خالد الحميد من جهة لم تستطع الضباط الثلاثة اللي سألوا الرئيس البلدية تحديدة او اعتمادة ببساطة ببساطة طيب عارفوا صار الموضوع بدي يرجع على الجنرال انا بدي يقول ما سمعته منه وعنه انه لم يكن يعلم بالعملية قبل حدوثة لذلك انا كلنا عم نقول ومبارح انا بالكتلة كلام واضح نحن نريد هيئة قضائية عسكري اي جهة قضائية التي تتعامل مع الجيش بان تقوم بالتحقيق وتسمي الاسماء التي ترى انهم مسؤولون عما حدث ويتم تسليمهم ومحاكمتهم وفق القانون انا انا سمعت قائد الجيش اليوم بتعزية اهل زهرمان الشهيد المؤهل الاول زهرمان وسمعت كلامه المسؤول مرة اخرى وانه هو لا يسعى ان الجيش لا يسعى للثقر وهذا اكيد قال لهم بدي حق نحن بدنا حقنا حق بالقانون الحق يؤخذ بالقانون لا يؤخذ بالعضلات ولا بمحاصرة عرسال هلين يكون واضح لان يسلم احد من المتهمين الا للقضاء العسكري هذا الكلام على انه نحن مختلفين حول الجيش لا مش صحيح بيان كتة المستقبل مبارح واضح وفي كل مناسبة نحن خيارنا الوحيد والمطلق هو الجيش الوطني وهو قدرة هذا الجيش على القيام بمسؤوليته تجاه كل اللبنانيين ما حفيهم زيادات بهالموضوع الجيش اولا عرسال وفنيدة وعكار وهن نبع الجيش هن يعني اعداد هائلي منهم كل موجودة بالجيش سواء ضباط او عسكريين او رتباء او مؤهل كل الرتب فاذا ما في خلاف بين الجيش والجيش هذا الجيش لكل الناس بس في خطأ جسيم وقع بهذه العملية وهذا ممكن يسير بأي مكان بالعالم ما بس الجيش اللبناني متخصص فيها ويجب تدقيق في هذا الخطأ والتحقيق من قبل هيئة قضائية عسكرية عظيم استاذ نهات في حد عم بيقلكم غير هيك يعني هذا شرط غير مقبول بالنسبة لقيادة الجيش لما تحاصل البلد أنت وأنه أنت مدهمات أنت عم تقوم بالمدهمات بناء عشو أنت عم تقوم لما تقول أنا في عندي ستين شخص مطلوب بناء عشو فضل سلموا القضاء العسكري ستين شخص المطلوب وخلي ينزلوا يحققوا معهم القضاءات ويقرروا توقيفهم واطلق صراحهم بس في حال إذا ما كان في حصار وتطويق للبلد اليوم ممكن يهربوا هؤلاء إلى أي مكان ممكن يهربوا إلى الجانب السوري آه ليش الجيش بيقدر يمنعهم الهروب إلى الجانب السوري يعني يفترض حصار يكون من كل سنة ونص من طالب ومنترجى ومن أنه ينشروا قوات طوارئ دولية لمؤذرة الجيش صحيح الأمر ولا لا لمنع كل الناس بالدخول والخروج إلى سوريا لأنه في شبهة سياسية بالموضوع هذا الشخص ناشط في الثورة السورية علنا ما كل الضاعة بتعرفوا كل البلد بيعرفوا أنا ليش ما بدي أفترض أنه قتل بسبب نشاطه إلى جانب السورية تسمح لي بدنا نستكمل بهذه النقطة أستاذ نهاد وكمان في كلام يعني مرة أنا مني محققة عدلية بس كصحفية مضطرة أسألك عن معلومتك حاول أنه كر الهنفي اللي كان عم بسوقه الشهيد زهرمان وهذا وسيارة قتلت راجعي تويتر واليوتيوب يا سيد بولا مليان البلد معلومات تويتر ويوتيوب والمعلومات فيها تكون هيك موجودة وفيه جون دائعة لما النائب يحكي بيكون كريم مسؤول يا سيتي أنا ممكن أخطأ بعد الفاصل بدي أسألك بس فضل كان توقف مشاهدينا مع الفاصل ونعود إلى هذه الحلقة المليئة بالمعلومات والشيقة مع النائب نهاد المشنوق نتابع مشاهدينا هذا اللقاء المباشر على الهواء مع النائب نهاد المشنوق استيس نهاد والعيد يعني على الخبرية اللي بتقول أنه كر جيب واستشهد خلي يا ست يا ست بولا أزابق باشعليني بس خلي أولا فيه اتصالات كتير من ناس فينا وبغيرنا من النواب واحد اتصالات من مين من شهود عيين شهود عيين كانوا موجودين طبعا طبعا بس أنه أنا ما فيه بس يعني عم بتغطل ست بولا ما عم بتغطي أطلقوا النار أصيب المؤهل الشهيد زهرمان بطلقة أو بأكثر وقتل ما عم بول ما أطلقوا النار عملك شيء بلك نيران صديقة لح نقول يا ست بولا لا صديقة أولا هده صار إطلاق نار جدي على الجيز وعلى على الأربع سيارات بعد مقتل خالد الحميد ما فينا ننكرها أولا وانا رح ننكرها وبعدين العمالية كان عم بسوق لما أطلق النار عليه هلأ هاي صارت تفاصيل سمحيلي سمحيلي كان اللي عم بسوق زهرمان عم بحكي واضح واضح شيء واضح بس مش هذا المهم المهم انه في في شيء كبير صار كيف فينا نتأكد صح من الخطأ في تسعة عسكريين موجودين بالمستشفى العسكري مصابين كيف فينا مين بديوا يروح يحقق معهم كل اللي عم نقوله ان القضاء العسكري المختص يتولى التحقيق في هذا الموضوع بشكل نزيه وشفاف وهو لا تنقصه لن نزاهة ولا الشفافية وانا اسماعيلي انا اخطأت مرة بحق القاضي رياض ابو غايد هو سأصدر مذكرات توقيف بحق المملك سماحها وانا اريد ان اعترف على الهواء كما اخطأت بحقه على الهواء انه انا غلطت معه هذا هلو مصيب يا استخدام لحظة لما ما بيعملو شي عزوقكم لا 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 كسيسيين مش عزوقنا لما يعملو شي ميقبس ينميح انا مش زوق خاص اني طلع مذكر التوقيف هو معترف يعني موضوع سماحة ومبلوك مش محتاج لجهدي انا انا اللي عم جرب بقوله لكون منصف واضح هاي عمليا في خطأ كبير حدث من كل الاطراف التي قامت اولا بعملية غتل خالد الحميد نعم اللي هي قوة ضاربة من الجيش من مديرية المخابرات وفي خطأ اكبر حدث من شباب ارسال لما لحقوهم واطلقوا النار عليهم وقتلوا من قتلوا وجرحوا من جرح تبسمح لي في معلومة مهمة جدا هلأ وصلتني من رائم ما بعرفه وما عم لقيه عم جرب انا وعم بحكي معك عترو كولر عارف من هو ازا ما بتعرفي القضاء العسكري بتحب تشوف بس المسجد لا لا ماشي ما بدي شوفه ما يقوله القضاء العسكري يوافق عليه كل اللبنانيين هذا الكلام مش كلام لا اعتداء على حدا ولا انتقاص من حدا ولا ما بيصير هذا الامر ما يكون له تحقيق جدي كبير نزيه شفاف مسؤول عنه القضاء العسكري لا نضع الجيش في مواجهة اي اهالي الجيش لكل اللبنانيين بعدين نحن موقفنا من الجيش ما بيصير نكون نسعى نحو العبور الى الدولة صارنا سبع سنين من قاتل وبروح شهداء وبينزل دم ويكون لنا موقف بالجيش غير انه هذا جيشنا الذي لا خيار لنا غيره هذا كلام استاذ نهاد المشنوع او كلام تيار المستقبل كلام كتلة المستقبل وتيار المستقبل صدر بيان في نواب بيتناقضوا ما صدر النواب اللي حكيت كانوا موجودين بالكتلة مبارح ووافقوا على البيان اللي صدر من الكتلة بس استاذ وعين المرعب بيوافق على كلامك طبعا انا بالتأكيد بيوافق لانه هو كان واقر هذا الكلام ان الجيش اللبناني هو المؤسسة الامنية الرسمية التي نحرص ان تتمتع مع المؤسسات الامنية اللبنانية الاخرى بالثقة والدعم والاحترام من قبل كل اللبنانيين لانها المؤسسات التي تحفظ الوطن والشعب اللبناني وتصون مصالحهم وليس مسموحا التعدي على الجيش ولا على اي مؤسسة امنية اخرى كما ان الطرق والمناطق على كل الاراضي اللبنانية يجب ان تكون مفتوحة امام الجيش وباقي القوى الامنية اللبنانية شو بدك ادأ من هي هذا كلام واضح وصريح بموافقة خالد الظاهر وبموافقة معين المرعبي وبموافقة كل النواب مع حفظ الالقاب الزملاء اللي كانوا موجودين تب حذرتك احكيت عن قائد الجيش انه انت تسق بوطنيته وبمساوليته وبتصرف المسؤول وانا عم اقول لك مرة تانية انا اللي سمعته منه وعنه ببريز يقالف كل ما جرى وهو ما كان معه خبر بالعملية قبل ان تحدث طبعا اطلع بعد ما صارت مثل كل الناس وشاف كيف بده والبيان اللي صدر عن الجيش لا في تحريض ولا في اي كلام موجه لأي من الاهالي في اي قرية لبنانية ولا لأي طائفة والكلام اللي صدر فرق انه الكلام اللي صدر عن مدير المخابرات لا يستند الى ادلة قضائية هذه اتهامات كبرى ما بتنعطى واحد بانه بيطلع بذات الوقت بذات الوقت بيطلع مدى عام تمييز بيقول ما في مذكر التوقيف طيب انا شو بدي اختار اذا ما في مذكر التوقيف على شو راح هاي ده العشرين شخص يقوموا بعملية من القوة الضاربة اللي فيه مذكرات توقيف بالعملية الفلانية والفلانية والفلانية بيقول لك كويت حضرتك عم تنتقد حصار عرسال حاليا للجيش وهيدي اكيد انه قائد الجيش اذا افترضنا العملية اللي صارت ما كان عنده انا عم طالبه وطلبناه بالكتل امبار حياسة فولو شو الحصار بالاخر خلينا نحكي كلام منطقي انت عم تقولي بيروحوا لسوريا هلأ بتعتقد انتشار الجيش بيمنعهم يروحوا لسوريا مفروض مفروض لا لا انه معروف انه طيب ابتع عرفي عرسال عرسال خمسة بالمية من مساحة لبنان مبارس 316 كم مربع وحدودها كبيري لدرجي انه طلبنا بقوات طوارئ لدعم ومساندة الجيش لمنع ذهاب الناس لا بدنا واحد يروح يجاهد بالست زينب ويستشهد ولا بدنا واحد يقتل بنص ضيعته بسبب نشاطه الداعم للثورة السورية كلام واضح ليش ما بيتاخد متل ما هو لانه حضرتك حييته وبينت انك يعني فعلا عم تقول من الجديين في دعم الثورة السورية يعني انا ما حييته كلام فيه عجيب انا احيي اللي قيادة الجيش او مدين المحابرات بيقوله انه من اخطر المطلوبين يا سيدتي انا ما اقف المستورة السورية معروف ومعلن طبعا احييه واحترمه الله يرحمه بس انا ما طلبت منه يروح يقتل هو اللي راح قتل ولا طلبت من حدا يروحي لقتل السوريين ما شاء الله عليهم منقصهم شباب لبنانيين يقتلوا معهم لا عن السيد زينب ولا عن حمص ولا عن القصير خلينا بقى نعترف انه فيه ازمي كبرى بهذا الموضوع والعلاج اللي عم يستعمل ليس علاجا ناجعا وعلقته بخطف الاسطونيجين ما بعرف انا ما بقدر اقول انه انا المصدر الوحيد اللي بيقدر يقنعني ويسكتني هو القضاء عندما يقول القضاء ان هذا الشخص مطلوب بسبب الجرائم التالية انا ما فيفتحت مني وادعم كل ما يكون به القضاء والان عم بقول بشأن اهل عرسال وبشأن اللقحة الاسماء الموضوعة نحن نريد للقضاء العسكري منعا للفتن نريد للقضاء العسكري ان يتولى هذا الامر نحن نثق به وهم يثقون به يقوم بعمله ويحقق مع الناس ويحدد المسئولية والمحاكم تاخد مجراها تجاه كل الناس قائد الجيش ضد ذلك مبعا انا ما فيه يسأله انا بس انه واضح واضح كلامك تجاهه انه يعني جدا ايجابة استاذ نهاد بالمقابل كلامك لمدير المخابرات واضح انه عم بتلومه العملية اللي قاموا فيها لازم كلنا نعترف بانها عملية فاشل تسببت بخسائر كبرى وبشهداء من الجيش وبمغدور اسمه خالد الحميد هادي بتستوجب التحقيق وهادي بتستوجب التوضيح المواضيع اما انا كلامي عن قائد الجيش فانا اقوله عن ثقة وعن معرفي بتكون جددوله بتكون جددوله استاذ نهار احنا عنا يعني توجه نهائي بالتمديد اللولى اللي وقرفي دعا هذا كلام وعن قائد الجيش وعن قائد الجيش نين سوا هذا كلام يعني سلة واحدة رئيس الحريري بهذا الامر واضح وما غير موقفه ولكن انا بذات الوقت عم بقول انه كمان المدخل لمزيد من ثقة بالليجقيات الجيش ولمزيد من ثقة بين الجيش وبين اللبنانيين اكتر واكتر واكتر انه يكون القضاء هو الفاصل بين المتهم وبين البريق بين المدان وبين ما بيصير انه ناخد الامور اما الجيش واما المتهمين شو هيدا يا سفر يمي في ناس بتخطئ نعم حدث خطأ كبير ويجب ان يحاسب الذين اخطأوا ويجب ان يحاسبهم الخضاء مش انا بدي حاسبهم انا كل اللي عم يقوله ومبارح اللي صدر عنا بالكتلة امرين فك الحصار عن ارسال وتسليم القضاء العسكري التحقيق في هذا الموضوع ياخده من اوله لاخره ليش انا بدي وقف ناس عند الجيش وتاخد الامر خلاف بيني وبينهم او قصو عليهم او ضربهم او باعتبار انه في دم بالارض ما فينا ننكر استمعت الى كلام عائلة الشهيد زهرمان اليوم نعم فيه هيك شبه تهديد انه نحنا مثل قال المقدات في عنا كمان نحنا كتار واذا ما لح ناخد حقنا هناك مشكلة يعني كمان يا سبتي ليش بعكار المشكلة اقل يعني الشيخ عبد الواحد يعني الله يرحمه ورفيقه اللي انقتلوا ع حاجز الجيش هذا كلام مش اقل ما بيكون النتيجة انك انت تبعت يعني خليني اقول تعبير دقيق ضابط مختلف عليه ضابط مختلف عليه على عرسال اللي يحل المشكلة بصرف النظر على الرأيك فيه انا ما بعرفه بس فيه اختلاف عليه من موضوع الشيخ عبد الواحد لشو عم نفتح كل هالجروحة دفعة وحدة خلينا نبعت الموضوع على القضاء ونوصل منه القضاء النتيجة اللي بيقولها نحن كلنا بنوافع عليها وانا بتأكد انه قاد الجيش اذا راجع ضميره وراجع عقله وراجع حكمته وراجع مسؤوليته بده يأخذ هذا القرار بس هذا القرار مش مسؤوليته هذا القرار مسؤولية الحكومة اللي يعني معلش كأنكونا عم تطلبه من الجيش هون استاذ نهاد انه يصير على شيكلة هيدا الفصل المذهبي بالبلد ومنصير نبعث لكن مطرح وين المذهبية من هو لانه وقتا تقول انه فيه اختلاف على احد عناصر ما حكيت انا عن مذهبيته شو دخل مذهبيته بالموضوع فيه ضباط من بيت الحجيري معهم من عم تسأل شو دخل مذهبية بالموضوع لا الهوى السياسي مش قدامي سوى قضاء العسكري بسبب الشي اللي صار الحادث الذي ادى الى مقتل الشيخ عبدالواحد واخوه ليش يعني بالسياسي بعيدة عن كن يا سبتي شو دخل السياسي بالموضوع يمكن نكون بعلاقة سياسية انا ما بعرفه انا كل اللي عم جرب اقوله لما بصير فيه اشكاليات كبيرة من هذا النوع الوحيد اللي بيقدر يجاوب هو القضاء لا انا بيقدر جاوب ولا هواي السياسي ولا هوا السياسي المجنون عند الاخرين انا عم طالب بالقضاء ما عم طالب بقاضي من طيار المستقبل قضاء العسكري هو القضاء المختص وهو القضاء القادر على حسم هذه المواضيع ليش بدنا نحط حالنا ليش بدنا نحط الناس بمواجهة جهاز امني او جهاز عسكري ليش من شن شو صار لفترة هيك عكل حال استيزي مهاد يعني كأن مخابرات الجيش هي تعمل ضد طيار المستقبل خانه نحكي الامور مثل ما هي بينما فرع المعلومات هو صديق وقريب أنا ما موافع على هذا تصنيف البلد هيك مفروض هيك مقصوم لما يقعدوا البعض بالسالونت هيك بيحكوا يا ستي أنا لا أوافق على هذه التصنيفات بعد الفاصل فينا نتابع لو سمحت فاصل ونعود أستاذ نودا أنه هاد مبارح تطليع صور شفناي هون على المحطات التليفزيونية إنه عم بيحكوا بالصوت إنه هول ميتين هيدا بعده عايش نزلوا أوحى ذلك إنه في أكتر من شخصين ممكن يكونوا في عداد القتل بصراحة ما عندي أي معلومات في كتير يعني إشاعات في إشاعات إنه أخدوا ناس على مستشفى يونيفيرسل ببعلبك صحيح بدون ما يعني يعلموا عنهم بس أنا لا أريد أن أدخل بهذه الإشاعات أنا بدي أقول شي بسيط واضح إنه هذه المسألة كبرى وليست كبيرة صح؟ واضح إنه فيه انقسام حولها كأنه فيه ناس معه وناس ضد مش صحيح رئيس الحريري أول مبارح اتصل بقائد الجيش داعما ومؤيدا بيكون نحن ضد الجيش شو الكلام هذا؟ عم بتغطوا أيضا ما عم نغطي شيء بعض الجهات اللي عم بتقولوا أطلقوا الناس ما عم نغطي نحن عم نقول اللي بيغطي ما بيقول يستلم القضاء العسكري اللي بيغطي بيبرئهم شيخ نعيم قاسم عم بيقول شيلوا الخيم الزرقاء من فوق أهل العرسال خيم الزرقاء على كل جمهور رفيق الحريري وعلى عرسال وغير عرسال بس هذي خيمة عدل خيمة أنون وخيمة قضاء مش خيمة حماية مطلقين نار أو مخالفين للقانون بيان أهل عرسال اليوم واضح وصريح تأييدهم للجيش أكتر من بيان الجيش ودعمهم للجيش دعم عاطفي يعني بعد شوي أنه الكلام من القلب وكلام يعني كلام فعلا مؤثر شفنا توزيع الورد أيضا بس أنه بعد ما لا هذا مشاعر الناس الحقيقية لأنه إذا ما كانوا هيك تجاه الجيش عند مين بديوا يروحوا؟ ما حدا بديوا يروح على الملشيات وما حدا بديوا يروح على الفوضى نحن بننسى ياسد بولا بيحكوا عن سلاح على الشيخ نعيم ما يواخذني هن اللي أسسوا هذه الحالات هن اللي أسسوا المناطق المغلقة على الدولة هن اللي أسسوا إذا إجا واحد من عرسال بكرة قال طيب أنتوا عم تطوقوا عرسال لأنه فيه شهدين من الجيش على رأسي وإيه؟ وفيه متهمين بقتل هذين الشهدين صح؟ ليش الجيش ما بيحاصر الضحية ليجيب أربع متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحديدي شو بجابوا أنا ساعتا؟ اللي لي شو بدي يقلوا؟ عم بيجيوبك مروان العالي في حي الشراوينة يعتد يوميا على قوى الأمن والجيش مزارعي مخدرات بالصوت والصوت كويس يعني أنه هذا الشي كويس والاعتداء على قوى الأمن بفخر ولم نرى مثل هذا الفخيحة الطائفة ولا ننسى الجنود لأربع الذين فروا قتلوهم إلى سوريا هلا ما بعض بس بكل الأحوال هذا الجيش أهلنا وولادنا وإخوتنا وهذا جيشنا وهذه وطنيتنا وهذا أمننا الوطني ولكن هذه مسئولية الحكومة أن نتعالج هذا الموضوع بشكل سياسي طبيعي أنا من هون علملك عن الطاولة أنا عم ناشد رئيس الجمهورية وعم ناشد كل القوى السياسية اللي عم تقول أنها وسطية أنه يقفوا حد أهالي أرسال بالمطالبة بقضاء عسكري للتحقيق بالموضوع وتحديد المسئولية بس يعني ما في سئة بالجيش لا هي ستة القضاء مسؤول عن الجيش وعني مظبوط صحيح أنا ما عم بقول ما في ساعة يعني عم بتخافوا من أنه يكون في روح سأرية لدى مليت مخابرات نحن ما فينا نقول للناس كل ما في ناس بتغلط في مواطنين بيغلطهم شيء طبيعي يعني والجيش بيعرفهم والقضاء بيعرفهم في مواطنين بيرتكبوا وفينا مواطنين بيعتمدوا بيتعمدوا إثارة الفتنة والمواجهة كل هول الناس كي بدك توجههم ما فيك توجههم بس بالقوة العسكرية بدك توجههم بالخضاء بالقانون بالعدل اللي بيحمي كل الناس واللي بيأمن كل الناس والموثوق من كل الناس ما عم طالب بمحكمة دولية واضح أنه فيه إشكالية كبرى صايرة يمكن قائد الجيش يمكن جنرال أهوة برجع بأكد طقتي وبمسؤوليته تحديدة وبقدرته على الحكمة والتصرف العاقل يمكن هو محشور باللي صار داخل مؤسسته فأنت لما بتقول القضاء يستلم بيكون حميته وحميت مسؤوليته وحميت الجيش وحميت المواطنين وحميت أهالي عرسال وأهالي أي منطقة لبنانية ما عم نطلب جهة معادية لأي طرف من الأطراف أهالي عرسال عم يطالبوا بالقضاء بنقوله لا ما بدنا القضاء مش مسؤولي عنكم طيب كمان أشيخ نعين قاسم عم بيقلكن أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار مع وجود ميليشيات مسلحة توجد بؤراً أمنية صح وهو معه حق 100% بس يعني بده يبدأ بالميليشيات اللي هو سلحة بطرابلوس وبغير مناطق ليه تمزج حزب الله في هذه العملية ليه تمزج اسم حزب الله في هذه العملية أنا ماني داخل بحفلة اتهامات سيد بولا هلأ يعني مصيبت البلد كبيري ويكفيها ما فيها ماني داخل بعملية اتهامات وفيه 17 من حزب الله تحت السيارة وفوق السيارة هذا كلام كله ما بيعنيني أنا اللي بيعنيني أنه القضاء يستلم الموضوع بفيه شاب قتل رجل قتل عنده تسع أولاد يقاتل إلى جانب الثورة السورية يدعم الثورة السورية ومن هنا كانت عطفة الأهالي يا ستة عطفة الأهالي أو بدون عطفة أي حدا أنت بتعرفي بهذه المناطق الناس كلها نخوي وبالتالي يعني مجرد أنك تقول أن الصوت الدعوة جاءت من المساجد يعني مين اللي ما بده يرد عليهم كل الناس ردت وكل الناس انتخت هلأ انتخت وتبين أنه الهدف هو الجيش مش عصابي ومش مجموعة طيب صار أنا ما عم بنكر وأنا يعني بتحمل مسئولية القول بأنه تصرفهم تجاه الجيش بفترة لاحقة هو تصرف هامع جي حمل مسئولية هذا الكلام ولكن مقابل ذلك يجب أن يكون القضاء هو الحد الفاصل بين الحقيقة وبين الباطل بين الاتهام وبين البراءة بس بعد المصادر بالجيش بتتهم تايير المستقبل ما علي يسمعني استثبتها أنا ما بريد عم الصادر أنه بيعمل مشكلة لا حضرتك أنا أكيد سامع هالكلام أنه اليوم من وقت سبعة أيار لحد اليوم أنه دايما فيه خطاب سياسي عم بيخلي الطائفة السنية تشعر أنه الجيش ضده لما ييجي الجيش بديقون بأي عملية ما هناك نوع من من حنق من نوع من حتى شعور أنه هؤلاء جيين ضدنا بس بمحلات تانية بيغضوا الوضع هذا المشكل بدأ باغتيال رفيق الحرير بأربطعش بار وبكرة بعد كم يوم أربطعش بار هيدا عم يحفر ويحفر 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 بس الجيش ما له علاقة ما نحمله مسؤولية هذا الموضوع في أوقات كان فيه مشكل بيننا وبين الجيش صحيح كتيار مستقبل بس نحنا جاوزنا هيدا المرحلة نحنا ما جايين نزيد الجروح ما جايين نفتح مزيد من الجروح بدك درجع نفتح سبع أيار وين وقف الجيش بهذا السيديو بالزال وين وقف الجيش ما بدنا نفتح هاي الجروح نحنا عم نقول كتلكوا القضاء العسكري يستلم الموضوع وما يعود حدا يحكي فيه واللي بيقرر القضاء كل الناس بتقبله من رئيس بلدية عرسال لآخر مواطن بالنقورة جان استفاو عم يرد على كلامك من أنه حضرتك بتكرر أنه الجيش لكل اللبنانيين نعم واليوم عملت له غزل لقائد الجيش هل هذا رأيك الخاص أم رأي تيار المستقبل هذا رأي كتلة المستقبل وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وكل أعضاء كتلة المستقبل والتيار عظيم عم بيسألك أنا ما أقول هذا الكلام على حسابي فيه لما بكون أنت فيه مجموعة سياسية كبيرة بيصير فيه خلاف في الرأي ناس مع ناس ضد ناس بالتفيد وهو يتابع بالسؤال نعم إذا كان هذا رأي تيار المستقبل فهل السيد خالد ظاهر والسيد معين المرعبي من نفس الرأي وإذا كانوا من نفس الرأي لماذا أفوالهم لا تدماش مع أفعالي المرعبي التزموا ببيان الكتل الذي صدر بالأمس بحضورهما والذي نص على ما قرأته لك سابقا ما رأعيده الآن لا الأستاذ خالد والحج معين عم بفتشوا على الدولة العادلة مش عم بفتشوا على أنه هن بدوا يفتحوا ميليشيا إذا كان فيه اعتراض من نائب بكتلة المستقبل على تصرف ما من ضابط أو من مجموعة عسكرية فهذا ما بيعني أنه هو بصراع مع الجيش كمان إليك حق أنك تقول هذا الأمر خطأ وهذا الأمر صواب لو كان إني فعلا بإسمعي للحظة لو كان الحج معين الأستاذ خالد ضد الجيش كمؤسسي كان لليوم موضوع الشيخ عبدالواحد في عكار ما أقفل وكان كل عكار بعضه على الطريق وبعضه مسكره وما بدي أقول أكتر من هيك نحن ملتزمين بمؤسسات الدولة وأولنا خالد الظاهر ومعين المرعبين بكفي بقى في ناس عبرت بانفعال عبرت بحدي عبرت بشدي ولكن في بيان عن الكتلي صدر واضح وصريح ما أنه خاضع للتفسير ولا للتأويل وأنا ما عم بقول كلام شخصي في حملات أعلامية على تيار المستقبل على فريق كبير من الناس اليوم حضرتك عم بتشوفهم وعم بتحدرهم عم بيحطوا يعني يوميا اسفين ما بين هذا التيار والجيش اللبناني وفي عدد كبير من الناس يا ستي الجيش اللبناني هو جزء من الدولة طيب كمان عمال عمال ومؤسس الدولة لحظة ما نتعاطى أنه الجيش اللبناني كيان مستقل عن الدولة تتفق معه أو تختلف معه جيش اللبناني هو المؤسس الأمنية الرسمية الأولى المعتمدة من الدولة اللبنانية ومن كل الشعب اللبناني بمسؤوليته عنهم الأمنية ولكن ولكن برجع بقول بخامة رئيس الجمهورية حمل عنا كتير بالمدة الأخيرة وبتمنى أنه يحمل هذا الطلب ويتولى تنفيذه خلينا نسكر جروحها حاج نفتح جروحها من جديد بكفي اللي صار بالبلد خلص بكفي هذا الأمل عم يجي تعليقات خطرة خليني أقولك محمود عقيل عبد الرحمن صوبرة بسام ملصمد عبد الرحمن في الحداد محمد البابا يعني أعطيك أرجوكي أنا ما بدي أدخل مع الناس أنا بدي أعطيك يا هن يا أستاذ نهات حضرتك تشوف الناس شو عم بيحكوا شو عم بيقولوا ما لحفوض فيهم لأن بعد في عنا بجير موضيع أنا بجي كتير يعني كمان نفس الأجوبة والردود بجي كفيتباك كتير ما فيش ومناعش فيهم بس إنه الآن خلينا بموضوعنا المحدد بس بدي أتوقف مع فاصل بعدين نحكي بمبادرة الرئيس سعد الحريري هل البلد اليوم أهل أو ممكن أو قادر يتلقف أي مبادرة من أي نوع مع هذا التشنج الموجود وكمان بنا نحكي بقصد بالغارية واتهام عناصر من حزب الله رسميا اليوم بعملية بيرجاس فاصل مشهدين ونعود نتابع اللقاء معك أستاذ نهاد المشنوق مبادرة الرئيس الحريري البعض قال خاصة شخصية فتاة الوطن الحر إنها ولدت ميت لم يتم حتى إذا بدك محاولة تلقفها الدخول في تفاصيلها مع أنه يعني أكيد وجهة نظره هو أنه أعتبر عم بيعمل شيء بتلاقى على اللبنانيين غريب كان لو التيار الوطن الحر القار غير هيك يعني تعودنا بالسنة الأخيرة سنتين الحقيقة من بداية سنة 2011 ما نسمعها غير كلام شتين ما عدنا سمعنا ولا كلام اللو علاقة بالعقل ولا بالمنطق ولا بالطايفي ولا بالمذهب ولا ببساطة رئيس الحريري بالنقاش عم بيقول أنه في أزمة بالبلد أزمة جدية عم تتراكم صرها من سنة التسعين لليوم منذ إقرار الطايف مش في قانون انتخابات فقط لأنه إذا في قانون انتخابات فقط هن اللي بكان بدهم الستين بالدوحة ورجع الحق لاصحابه وماسينا ليفطال في أزمة عم تكرر أنا بقول أنه في خصوصية مسيحية عم تصاب وهذا صحيح ومعه حق ومبررة ومنطقية بعد اللي حدث بمصر لما عشر ملايين قبطي ما بيطلع له النايب ولا اللي حدث بالعراق وبحق المسيحيين واللي عم بيسير بسوريا أيضا الآن بحق المسيحيين بشك أو المناطق المسيحية لأنه ما فيش بيتعلق بالمواطنين معه حق بمخاوفه بس كيف بتعالج هذا الموضوع تعالجه بالمنطق بالعقل بالروي بالهدوء مش أنه إذا فيه جرح بتجيب السكين وبتفتحه وبتحط بقلبها الجرح وبتفتحه أكتر وأكتر لأنه الأرثوديكسي هو السكين اللي عم تفتح فيه جرح الطائفية من أول لبنان لآخره فيه أزمة بالبلد من ده خمس دورات انتخابية بعد كل ست شهر بيطلع أنه تمثيل المسيحي فيه مشكلة أشرف النظام السوري العظيم المبجل من سنة التسعين للألفين وخمسة على خلق مسيحيين جدد وألغاء كل المسيحيين شي بالمنفى شي بالحبس شي بال هذا الأمر صحيح ولا لا مش اللبنانيين اللي عملوا هذا الأمر برعيتكم كمان لا 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 بمشاركة كل اللبنانيين لم ياتوا يعني ما في حدا بيقدر يقول أنني لم أتلوث في الزياسة السورية من سنة الستة وسبعين لسنة الألفين وخمسة لا رعايتنا ولا مشاركتنا أنا شاهد على أنا حكي معي إلي عميد غازي كنعان طالبا مني أقنع الرئيس الحريري رحمه الله بضرورة سجن الدكتور سمير جعجع لأنه ما كان موافق بس هلأ مش وقت كتابة التاريخ لازم نعرف أنه كان فيه يد سورية قابضة على البلد من نظام أمني بتفيق اللي بدا تفيقه بتنيم اللي بتنيمه بتلغي اللي بدا تلغيه بتحضر اللي بحضره هاي دي راكمة 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 وصلت قدامنا مشكلة تتعلق بكل اللبنانيين ما تتعلق بالطيار الوطني الحر بس ليش طيار المستقبل ما عم يقدر يطمن وعم بتمكن الطيار الوطني الحر من تسجيل النقاط والكسب مسيحيا لمجرد أن يهاجم طيار المستقبل لمفترض أنه الطيار أكثر أعتدالة لأنه نحن مش نازدين على الانتخابات مثل ما هني بتصرفوا نحن نازدين على معركة الوطنية لما نقول أنه فيه أزمة وطنية منفتشلة على علاج الدستور واتفاق الطائف نص على هذا العلاج السوري منع تنفيذه 15 سنة ترجمه عزوقه مرة سلاسيات مرة رؤسة مرة بطرق مرة كل مرة عال الأمر التاني انه من سنة الالفين وخمسة بعد اغتيار الرئيس الحريري والاغتيالات التي تلت ولم تتوقف لحت 19 تشرين اول بوسام الحسن الله يرحمه كلها دول صراع دموي قائم ما في حدا بيفكر لا بعقله لا بمنطوله ايجا الرئيس الحريري قال لا فيه أزمة وطنية قال لنا نحل ها لمرة ليش بدنا نعمل انون الانتخابات وبعد انون الانتخابات نقعد نجي نقول ولا النتيجة ما كانت لصالحنا كان انون الستين لصالحهم قسروا الاشرفية قسروا زحلي صار انون الستين ما بيمثل المسيحية ولا بيعبر عنه طيب شو بعرفني انا بكرة ينعمل انون ويخسروا ويرجع يفتح لي ملف المسيح نص يا نص 37 دايرة شو بدي ب36 دايرة 36 دايرة جري مندرين ب36 دايرة في حل متكامل يقول اولا بتعديل الدستور لانشاء مجلس الشيوخ طائفي صحيح على على نفس قانون ما سمي باللقاء الارتودوكسي تأجيل الغاء الطائفية لموعد محدد شو بيكون حققت بالوطنية والمواطنة خليني كفي خليني كفي طرحنا قانون 36 او الدوائر الصغرى بتعدل شو هالمشكلة الكبيرة اليوم مبارح او اول مبارح استاذ وليد جملات طرح صيغة مشتركة فاذا صارت الاكترية اكترية العددية التصويتية مع المشتركة مش هي رغبتنا بس هي مع المشتركة كوي من ناقشها بس بدنا نناقش حل شامل وكامل مش حل يعمل الانتخابات وبعد ثلاثة شهر من انتهاء الانتخابات نرجع نفوت بالمشكلة من اول وجديد لا مستحية نحن لن نقبل ان نجزق الحل باعتبار انه بعدين نشوف لا ما في نشوف استاذ نهاد عندك شك انه اليوم المشي بمسألة قانون الفصل المذهب هو على اساس انه بيأمن اكترية لثماني اذار يعني اليوم يعني القانون الفرزلي فصل المذهب يعني كل مذهب كل مذهب ينتخب نوابه مش هيدا هو الاخدوكسي بيأمن اكترية لثماني اذار اكترية حتى من غير النائب وليد جملا طيب اليوم انتو كمان عم بتقدموا امدن امدن اولا مفصل على اي سبيل لا 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 يا سبتي لا لا راجعي بيدقة انه الانتخاب المقترح بتلاقي فيه انه لا ما بيأمن اكترية وبعدين خليني يقولك لا والانون الارتدوكسي ليه عم تطرحوا اذا ما قلت خسروا مش هنخسر نحن عم فتش على قانون عاقل العدل بس بالجنة بالسماء عم نحكي عاقل ومنطقي ومبرر ومقبول ويراء الهواجس هذا اللي طرحه طبعا يراء الهواجس طبعا طبعا اللي طرحه الرئيس الحريري يتعلق بحل الازم الوطنية بالبلد وليس فقط باجراء الانتخابات كيف وهو يا ست لا لما تشرح لتقل لي انه فيه مجلس شيوخ هوني بترضو وليد بايك جنغلاط بتاعتور رئيسة رئيس الحريري بمقابلته فيه أصوات عم تطلع مش موفقة يا ست بولا أرجوكي في وقائع رئيس الحريري بمقابلته قال منبحث بطائفة ذئيس لحقا ما قال انه بنرضي وليد جنغلاط لحظة هذا الموضوع يعني هول اللي كانوا عظيم بالطائف وعلى رأسه الرئيس الحسيني مش ناس مسؤولين ومعنيين باللي يظهر من البلد وبعد في منه النواب موجودين بالمجلس لليوم شيخ مطرس حرب واحد ومتقد أستاذ عبداللطيف الزين الثاني يعني صاروا كتير قليل هنة عال كويس بس هولي بيعرفوا بيعرفوا شو صار كلام وشو صار تفاوض شو صار منقشات كل هادي لمعالجة أزمة وطنية مش لوضع قانون انتخاب هذا الفرق بين كلام اللي نزع انتخابات والكلام رئيس الحريري الذي يسعى لحل الأزمة الوطنية لمرة مش كل يوم بدنا نلاقي حل مجلس الشيوخ تأجيل إلغاء الطائفية السياسية ومجلس نواب طائفي لمرة بعدها منبحث بالموضوع اقتراح بده تعديل دستوري بأوضاع البلد مثل ما هي اليوم يا أستاذ نهات كيف متوقع أوضاع البلد توترة قائم على مجموعة سياسية تقول للمسيحيين انه انتو مظلومين بأنون الانتخاب صح ولا لا يقلك دكتور فرسعيد ماذا يقول بسيء اللي حضرتك عم تحكيه أخشى أن نكون أمام أزمة نظام والمطلوب التمسك بالطائف وأي خروج عنه هو خطوة في المجهول وغير عاقل كل ما يطرح إعادة لا تحكيه لا تكلف البلد 200 ألف أتيل هلأ بدنا نرجع نفوت بدستور جديد اللي عم بقوله الدكتور فارس سليم مية بالمية أنا اللي عم جاذب برمجلك اللي عم بقوله أستاذ دكتور فارس بسيء أولا مجلس شيوخ وتعديل الدستور لأنه هني عم بقوله للجمهور المسيحية أن أي قانون انتخاب لا يحقق لك حضورك ولا تأثيرك في الدولة نحن عم نجي نقول لهم لا هذا الاتفاق اللي تفقوا عليه اللبنانيين بالطائف خلينا ننفذه نعدل الدستور ونعمل انتخابات نيابية لاحقة تنص على نحن مصرين كنا على مشروع رئيس الحريري اليوم أو مبارح أستاذ وليد زملاء طرح مشروع مشترك شيخ سامي جميل قالت تنين بقدم مشروع فيه أكثر وفيه نسبي يعني فيه عدة آراء ما فيك متاخذة بعين الاعتبار وتناقش لتوصل لنتيجة فيه انتخابات أستاذ نهار طبعا طبعا بس اعتقد أنا أي قانون غير اللي موجود يحتاج إلى تأجيل تقني فعلا لأنه أعداد لواء يحشط بجديدة وفق القانون تحتاج إلى وقت بس أنه ممكن تحتاج لشهر تأجيل تقني يعني يعني ممكن يكون لأسابيع قليلة بدي أرجع أقول لنتوقف مع فاصل فاصل مشاهدينا ونعود تزنو هاد اسم الله عليك يبدو أنك تعفيت من الوعكة الصحية عرفت عن أي وعكة عم بحكيه كتب جريت الأخبار أنك أصبت بوعكة صحية لأنه شفت صورة الرئيس مئاتي مع وليل عهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز يعني الشرق الأوسط نشرت جواب واضح على كل الغبرة الإعلامية اللي طلعت في بيروت وقالوا أنه هذا اللقاء فرتوكولي وأنه صحف اللبنانية استغلته أكتر من لازم السعودية يعني قيادة السعودية تتصرف كتير لياقة وتجاه ضيوفة وهذا رئيس وفد لبنان استقبل بلياقة وحسب الأصول ولكن تأديري أنا أنه مألة معنا سياسي جدي كما تخيل والحقيقة يريد تطلع مع الحق بس أنه هي كانت وعكة صحية جدية بفضل وعكة صحية سياسية على وعكة صحية جدية سلمة ألوك عكو الحال كان عندك زيارة كمان إلى معراب لتشوف رئيس القوات هي على طريق صار الإشكال كيف العلاقة مع القوات اللبنانية؟ مش علاقتك الشخصية علاقة التيار المستقبل خليني يكون واضح ستقولها أنه اللقاء الأرتوديكتي أحدث الضرر اللي بدو يعمله بدون ما يعمل انتخابات على أساس أي أنه ضرب أسس وفرق ناس وجمع ناس واستعمل عنصريا عند ناس مثل الطيار الحر وفاته بحفلة جنون جميعا حياة أنا بسميها خيمة 14 أدار أوسع بكتير من القوات والكتايب والمستقبل هي يعني 70% منها من جمهور رفيق الحريري من الناس المستقلين و30% من العزبين عجبني تعبير اسماته من صديق محسن مين أنه تبين بـ 14 أدار أنه في ناس إيمان ضعيف وكأنه يعني حياة ومش رجل دين بس عجبتني الكلمة حياة أني بيان أنه إيمان ضعيف وفي ضرر كبير وقع إيمانك كيف بالحلف ما بين مكونات المكونات أنا بعتقد أنه العناوين السيادية هي الأساس لجمهور 14 أدار وهدي ما حدا بيتجرق يظهر عليها أنه ما في ضرر وقع لا مصحيح في ضرر وقع بس أنه ما رح يغير يعني إن شاء الله ما يتسبب بأكتر مما تسبب بفيه يتفي بتعبير بيانه بعض الجهات بأنه إيمانه ضعيف هل ممكن أن تقدم لكم بالغارية ما عجزتم عن فعله بحزب الله واليوم كان في كلام من هذا النوع لقناة المنار على كل حال أنه الاتهام لحزب الله هو اتهام سياسي والبعض شايف أنه ممكن هذا الاتهام يوصل لمطرح أنه الاتحاد الأوروبي يضع حزب الله على لائحة الإرهاب وبالتالي هناك تداعيات كبيرة وهناك مشكلة وأزمة لهذه الحكومة الحالية خلينا هذا الموضوع دقيق ويحتاج إلى تعبير دقيقه أولا الاتهام الذي صدر أمني ليس قضائي ولا سياسي هو من وزارة الداخلية إذا لاحظت ثانياً في خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة ثالثاً في نقاش حول جناح العسكري والجناح السياسي في الحزب رابعاً نحن نفتش على الاستقرار مع مفتش لا بلغاريا ولا غير بلغاريا خامساً بلغاريا ومش آخر العمليات في شخص مقوف بأبرص باتهام مماثل بس أنتوا عم تفتشوا على العدالة كمان للرئيس الحالية نحن نفتش على العدالة عبر المحكمة اللي شغلة ما شيحة وتبدأ بأدار كل يوم في خبر جديد عنها وهذا معلن بس هيدا بحسكن على الاستقرار وهذا العمل ممكن ما كتير يتوفق مع بعض لا ما حدا بقلق بيقدر يقف أمام العدالة الدولية نحن اللي صار ببلغاريا أو اللذي قيل عما حدث في بلغاريا من وزارة الداخلية هو كلام كبير قد يعرض البلد لمشاكل كتير كبيرة كيف بالنسبة للوطن الحكم؟ لأنه عملياً بسيروا كل اللبنانيين متهمين كل حمل الجواز السفر من جمهور رفيق الحريري بيدقى بجوازاتهم بنعطوا بياز ما بنعطوا بياز بيسافروا ما بيسافروا فضلاً عن أنه ممكن تقع عقوبات سبب للبلد كله إرباك لذلك أنا عم بقول الآن لا وقت السخافة الشماتي ولا أنا عم بقول سؤال بس أنه يعني ما حان الوقت أنه قيادة حزب الله تعد وتراجع هذه المرحلة أنه هل الاستمرار بتحميل أنفسهم وتحميل جمهورهم وتحميل لبنان مسؤولية عمليات من هذا النوع هل هي لصالح استمرارهم؟ هل هي لصالح الناس؟ هل هي لصالح الدولي؟ أنا قريت من كم يوم أنه صدر تكليف نقلاً عن مصادر شافة سيد نصر الله صدر تكليف بدعم الدولي وتفاهم مع الدولي والانخراط بالدولي كيف ممكن يكون هذا الكلام؟ بنفس الوقت في عمليات ضد إسرائيليين مدنيين بأي دولة بالعالم هيدا لقاء كويدر الحزب؟ هك أريتم هيدا صار مؤخراً بس أنا اللي عم جرب أقوله أيضاً أنه هون مسؤولية الحكومة بهذا التصرف هل تستطيع الحكومة أن تحمل لبنانيين من هذا الأمر؟ أو أنه لازم تفل ويجي حكومة تانية تتصرف بشكل مسؤول؟ أنا الآن لست في موقع الاتهام ولا في موقع الشماتي الآن في موقع المسؤولية الوطنية ما يحدث يجب أن يعلم الجميع أنه هذا اللي عم بيصير على كل اللبنانيين خطر كتير خطر كتير 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 على الوضع الاقتصادي على الوضع السياحي على سفر الناس اللبنانيين على التدقيق فيهم على عدم أعطاءهم تأشيرات دخول بعد في أسوأ من الوضع الحالي اقتصادياً وسياحياً طبعاً في نتيجة كلام من هذا النوع فيه كتير إشياء بس أنه هل أنا عندي سؤال ما عندي جواب هل حان وقت المراجعة؟ هل حان وقت التدقيق والمناقشي؟ وأخذ خيارات؟ ما بتقدر تواجه كل اللبنانيين وتجرهم على خرابهم برضاهم مع الوقت حيبين أنه هذه السياسة هي سياسة خراب للبنان بس أنه حان الوقت الآن لمراجعة كل السياسي برجع بقولك هذا أمر كبير لا يحتمل السجال السخيف الانتخابي أو الثأري أو الشماتي هذا الكلام الذي صدر عن بلغاريا بهذا الاتهام الأمني من وزارة الداخلية إذا ما عمل فرصة جدية لدى قيادة حزب الله لمراجعة علاقته بالنظام اللبناني وعلاقته بالشعب اللبناني وخيارات الشعب اللبناني واستقرار الشعب اللبناني معتقد حيلقي كل اللبنانيين دون استثناء ضده لأنه طب فيه اتهام مباشر من الورايت المتحدة استاذ نهر دعا فيه اتهام مباشر من الورايت المتحدة الأمريكية لحزب الله برعاية الإرهاب وما أثر مثل الطريقة اللي حضرتك عم تحكيها على اللبنانيين عم تحكي عن لائحة الإرهاب طبعا ولا على الاتهام على الاتهام وعلى لائحة الإرهاب كمان اثنين موجودين اثنين بنفس المزاوات يا ستة لما ضيفي لهم أوروبا وضيف لهم كل الناس اللي عندها مصالح مع أوروبا وكل الناس اللي بتشتغل مع أوروبا شو نعمل؟ نعمل مثل سوريا يعني نحن مع البرازيل والصين والهند منعيش لبنان يعترف الشرعية الدولية ولا يعيش إلا بشرعية دولية ولا تستقيم أموره إلا بشرعية دولية بس كمان البراجماتية الدولية عم بتضل عام لهذا الفصل ما بين الحزب وأنشطه الخارجية وباقي اللبنانيين إذا فينا نقول يمكن في مشكلة أكتر لدى الشيعة بفترة معينة صار يدققوا فيهم بس حدث لك عم تعملوا على كل اللبنانيين لا إيه طبعا لأنه يعني كيف ممكن نكون لبنان بخير والشيعة منهم بخير؟ شو هالمنطق؟ أنا عبرد على كلامك استاذ مهات أنه غيمة على كل البلد أنت عم بتقول طبعا لأنه بس يتضرر الشيعة بضرر البلد شو بس يتضرر السني بضرر البلد بس يتضرر يعني كيف ممكن أنا أعمل شو بعمل أنا عزل للضرر الشيعي؟ شو الكلام؟ أنا معك بس أنا عبرد على كلامك اللي أنت شملت فيه كل اللبنانيين وقلت حتى تيار الرئيس الحليلي سيدفعه الثمن لحد ما يتأكدوا أنه هذا الشيعي يسني ويعطوا الفيزا أو يدخلوه بيكون الغلط وقع وبيكون الضرر وقع أنا اللي عم جرب أقوله أنه الضرر بيطال كل الناس عندما يطال أي من الناس هذا مش كلام عاطفي هذا كلام واقعي إذا نحنا بانقطاع السياحة وصار فينا كيف إذا يعني طلعنا حطينا حالنا بالمواجهة بدي راجعوا خياراتهم خان نرجع شوي بس للداخل بمسألة مهمة بختم حلقتنا كمان أنتم في مواجهة استيزنوا هذا اليوم مع القضاء مع مدعي عام التمييز عبر طلبه رفع الحصاني عن بطرس حرب أنتوا كفريق تضمنتم مع اللائب بطرس حرب على الآخر في هذه المسألة أولا الشيخ بطرس آمي وطني وسياسي كبيري واللي حدث بحقه خطأ ولكن اللي عليه أن يجهر علنا بالفتوى في هذا الموضوع هو سماحة رئيس نبيه بري أنا متأكد أنه هو عم بيعالجه على صوت واطي وبيعني اعتبر كأنه الأمر ما صار ولكن أنا بعتقد أنه رئيس بري سماحة بري ليه سماحة؟ لأنه هو بمعنى الإفتة مطلوب منه أنه يفتي بهذا الموضوع يطلع أرنب جديد من شي ما حال ما بينقصه يطلع فتوى علنية بهذا الموضوع يحسم الجدال أن أطعوا الأراني بعد الرئيس بري قد ما فيه مسائل أو قاية متعلقة عنده مزرعة متخافع ليه بس أنه يجب حسم هذا الموضوع ولا يجب التعرض أبداً لقامة وطنية من الشيخ بطرس حرب أي أن كانت المبررات وتحت أي عنوان لأنه هذا الكلام لا يجود بس برجع بقول وطالب الرئيس بري بحسم هذا الأمر علناً مش بالصالون ولا بحيث أنه يسحب من التداول وطر على رفع الحصانة لا يقدر يواجه حسب كلامه ومدعي عام التمييز لذلك يجب حسم هذا الأمر علناً وأغلاق هذا الملف ما بيصير أنه يستمر هذا الأمر بالتداول هذا الأمر يتعلق بكرامة مجلس النواب وبكرامة نائب عريق مثل الشيخ بطرس والرئيس بري أنا بعرف حرصه بدي أسمعه عم بيحرص علناً مش بالصالون على حل هذا الموضوع هلأ منشطة كيمكن تخليه يحرص علنا استاذنا هذا النشنق حضرتك راجع من باريس من فترة قصيرة الناس بتحب تعرف عن الرئيس الحريري عن المخططات الاستقبلية عودته إلى لبنان هلأ عبنحكع 14 شباب بخير الحمد لله هو حاسم بعودته قال هذا الكلام وحديثه بأكد أنه راجع أكثر صلابي وأكثر مسؤولية وأكثر انفتاح شكراً لك استاذ المشنوق على هذه الحلقة اللي كان فيها بعتقد كم كبير من المعلومات دسمة جداً وبعتقد بكرة راح تسمع ترددات كثيرة على الكلام اللي قلته كلها يجبني خير إن شاء الله كله يجيبي بشك يكون كله يجيبي بس بتمنى ذلك معك بشكركم مشاهدين على المتابعة أنا بشوفكم الأسبوع المقبل اللي حنكون بحلقة خاصة للرابع عشر من شباط نستذكر فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة